مقدرنا لتر من الحليب 3 معلق كبار من النشا 3 معلق كبار من الحليب البودر وكباية سكر هنحتاج كمان كبايتين كريم شونتي خام وكباية حليب متلب دي مقدرنا ويلا بينا علشان نشتغل مش هنقولنا كهات دلوقتي احنا دلوقتي بنعمل البيزيك يلا بينا زهرت بقى اطعامة كتير في السوق كنا زمان اقصى حاجة نعرفها ايس كريم الفواكه ومع الفانيليا والشوكولاتة ده زمان زهرت بقى طبعا دلوقتي بالشوكولاتة القبلة للدهن بكريمت اللوتس ببسكوت اللوتس بحاجات كتير قوي زهرت مؤخرا في السوق بكريمت الفول السوداني فعندنا اطعامة كتير وافكار كتير نقدر ان احنا نعملها في الايس كريم تعالوا بينا ناخد كده كيلو اللبن بسم الله الرحمن الرحيم وابتدي اضيف عليه الكريم شونتي لأ فين الكريم شونتي انتو حطيني كله مع بعضو صح انا محتاجة النشا والسكر ادي كوباية سكر احنا عندنا الايس كريم هيتعمل على مرحلتين مرحلة السخر اللي احنا هنعمل فيها دلوقتي او هنحط دلوقتي اللبن مع السكر مع الحليب البودر والنشا ودول هنقلبهم مع بعض على البارد ونرفعهم على النار تمام ودي كده هتكون اول مرحلة معنا تعالوا بينا بقى نقلب كويس ويلا بينا نرفع الحلة على النار ايه اللي هيحصل احنا حطين نشا فالنشا هيبتدي يعمل لي قوام الى حد ما متماسك شوية للبن زي قوام كده المهلبية شوية كان فيه واحدة ثانية قلبنا كويس قوي حاجة هاشلها بس بالمعلقة هنقعد نجري ورا بعد كتير تمام هسيب الخليط على النار مع التقليب المستمر علشان ما يكتلش مني ويبقى في الارضية النشا عامل تكتلات فكل شوية هندي تقليبه لغاية ما نتأكد تماما ان خلاص الخليط تماسك غلي او اول ما يغلي خلاص كده هيبقى تماسك بعد ما بيغلي بنعمل فيه ايه بقى احنا مستنيين اللي احنا عاملينه هحضر كده بولة كبيرة هبتدي احط فيها الكريم شانتي الخام الخام ضروري مش بتاع السوبر ماركت الباكت ده لأ وحط عليه اللبن المتالج متالج يعني يكون سائع جدا يفضل كمان يكون عامل قطع تالج ده افضل حاجة عشان تدينا نتيجة كويسة ومعنا المضرب اهو بسم الله الرحمن الرحيم الخليط فين يا جماعة تماما يبقى انا كده حطيت الكريم شانتي الخام حطيت اللبن المتالج جدا والخليط بتاعي اللي هو عامله على النار ده بس ما ينفعش اخده منه هو سخن على النار كده اشتغل به فلازم بعد ما يتعمل يبرد تماما وحطه في التلاجة شوية علشان يبقى سائع سائع مش مجرد ان هو ااخد حرارة المطبخ بس لأ لازم يكون سائع جدا كلت دي حاجات بسيطة قوي بس بتفرق في النتيجة جدا جدا واريكو الخليط بعد ما بيخرج من التلاجة بعد بقى ما بيجمد على النار بيتقل قوم بيتقل بفعل النشا بسيبه يبرد تماما بحطه في التلاجة بيبقى الخليط عامل كده عامل زي المهلبية تمام بينا يلا نحطه على الخليط التاني بتاع الكريم شانتي مع اللبن المتالج ونعيد ونقول كل شوية اللبن متالج والخليط ده برد تماما وسائع في التلاجة وهبتدي بقى ان انا اضربهم مع بعض كويس قوي بالمضرب عايز اقولكو كمية رهيبة كمية محترمة جدا هتطلع لك بقى شوية ايس كريم ولا احلى من كده يلا بينا بسم الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هندرب بالمضرب قد ايه حوالي 7 دقايق ضرب متواصل علشان تاخدي النتيجة المزبوطة نرجع لللي عاملينه على النار بنقلب خليط الحليب مع النشا مع السكر مع الحليب البودر على النار علشان يتمسك معانا ويدينا قوام المهلبية شوية تمام عايزين ننزل المقدير تاني يا جماعة نرجع ونقول مقديرنا ونقول عملنا ايه بالزبط قبل ما نشوف هنعمل ايه بعد كده في الايس كريم كانت مقديرنا عبارة عن لتر من الحليب هنحط له ثلاث معالق كبار من النشا وتلاث معالق كبار لبن بودر وكوباية سكر بودر ونحطهم على النار نقلبهم على البارد ونحطهم على النار عشان يبقوا مهلبية خلاص المهلبية هتحط تبرد وبعد كده تحط في التلاجة تسقع وبعدين هنحطها في طبق كبير هي وكوبايتين من الكريم شونتي الخام ومعها كوباية حليب متلج تمام ونضربهم زي ما نشوفتوا بالشكل ده علشان ناخد قوام الايس كريم وطعم ولا احلى من كده كده ايس كريم بيزك تماما مفروش اي نكهات بصوا وفيه بقى مطة كده عمرك ابدا ما هتلاقي فيه اللي نقول ايه التلج وحبيبات التلج اللي منلاقيها هيديكي نتيجة ولا اروع من كده بصوا كده معايا بصوا شايفين الجمال طحفة جدا 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 زي الفل وكمية ما شاء الله اللهم بارك كمية كبيرة مع الخليط اللي على النار علشان ما يكتلش تمام خلاص قرب هو يتقل قرب يغلي هو مجرد ما يغلي هعرف كده خلاص انه هو خد القوام بتاعه وهطفي عليه على طول وسيبه يب هناخد الايس كريم بتاعنا هنعمل بقى كمية حلوة تعالوا ناخد نزود بيها شوية بسم الله الرحمن الرحيم هاخد شوية كده ده الاساس معانا زي ما اتفقنا هتجربوه مش هتندمو ابدا ان انتو عملتوه زي ما اتفقنا تخلطي المكونات كلها مع بعض بالمضرب الكهرابي وهي كلها سقعة لمدة سبع دقيق مش اقل من كده انا عندي هنا فراولة وهو حطها كده فرش مش هحطها معمولة في النار بيبقى طعمها كمان حلو جدا هاخد احطها في الكبة يدوبك كده اديها نقول ايه طحنة خفيفة تبقى نصف ضربة كده عشان يبقى فيها قطع وفيها مهروس تماما وانا بعمل ده احط معاها معلقتين من العسل عسل ابيض يعني عشان لو الفراولة مش مسكرة قوي فتاخد السكر بتاعها والعسل كمان بيدي قوام حلو جدا تعالوا نضربهم بقى مع بعض كويس جدا بسم الله دربة بسيطة حيث ان احنا نلاقي فيها اجزاء كده وقطع نستطعمها واحنا بناكل ايس كريم وتعالوا بينا يلا علشان نخلط ايه رأيكم في العلبة على طول تعالوا بقى ناخد ده ده الايس كريم اللي هو اساس تماما ما فيهوش اي طعم واخدين بالكم القوام عامل ازاي تحفة جدا جدا يلا كفاية كده عشان لسه نحط الفراولة وننزل خليط الفراولة بسم الله ونقلب في عندنا هو ده لون الفراولة صح لون بسيط كده تمام ونخلط بقى زي ما شايفين كده خلاص عملنا ايس كريم الفراولة ممكن تستكفي بس بالفراولة ما تحطيش لون احمر ممكن تحطي اللون الاحمر عشان يبقى اللون معاكي ظاهر وقوي تماما ما تسيجوا بقى نعمل الاساس معانا اللي هو ايس كريم الفانيليا فناخد كده جزء محترم احنا محتاجين المضرب معانا طب زي الفل عشان لازم نكهة الفانيليا تكون متوزعة كويس جدا ناخد كده جزء من الاساس اللي معانا بصوا هتلاحظوا كده فيه مطة وانا بياخد بصوا من الايس كريم بصوا شايفين المطة دي ده دليل على ان الايس كريم طحفة جدا جدا مش هيعمل معاكي تكتلات تلج ولا حاجة زي الفل ما شاء الله بجد كفاية دول ناخد بقى معلقة كبيرة من الفانيليا ويفضل طبعا الفانيليا السيلة وتعالوا نضرب الخليط مع بعض عشان نوزع الفانيليا بشكل متساوي زي الفل ضربناهم كويس جدا وتعالوا بينا بقى نفضيف العلبة اللي هيدخل فيها التلاجة او الفريزر طبعا بسم الله الرحمن الرحيم وده ايس كريم الفانيليا تمام يا ضوبك خدنا مقدار حوالي اي نقول نصف لتر من الايس كريم حطنا له معلقة من الفانيليا ضربناهم كويس علشان يبقى توزيع الفانيليا توزيع متساوي ملاقيش جزء فيه وجزء لا لان الفانيليا بيبقى طعمها ممرر فما ينفعش ان احنا نحطها ونقلب بمعلقة لازم يتضرب مع بعض بالمضرب يلا اللي بعده نعمل ايه نعمل ايه تعالوا بينا يلا نعمل تشيز كيك يلا نعمل تشيز كيك نجيب ونجيب بقى طبعا تشيز كيك من الاطعام اللطيفة جدا اللي ظهرت برضو مؤخرا في الايس كريم فهنعمله بطريقة ولا اسهل من كده قبل ما ناخد الايس كريم تعالوا نقول احنا معنا اصلا مقدير ايه للتشيز كيك هنحتاج ست مكعبات من الجبنة اللي كلنا طبعا عارفانها من غير ايه اطعامة من غير ملح من غير حاجة تعالوا نضربها وبعدين عندنا معلقتين كبار من المربة تقدر تستخدمي اي نوع مربة انت بتحبيها هنا معانا مربة توت تقدر تستخدمي فراولة تستخدمي كريز تستخدمي اللي انت حباها تعالوا الاول نفك الجبنة الاول شوية كده بسم الله تمام مقدير مقدير الايس كريم من الاول ما احنا كل حاجة نقولها لوحدها خلص المقدير كلها نزلة على الشاشة تقدروا تصوروها وانا كل مقدار بنقوله لوحده وشغالين في اهو يلا زي ما هون شايفين كده مربة توت قدت لون طحفة جدا تعالوا بينا نعمل ايه دلوقتي؟ هرفع منه معلقة كده خليها للوش عشان اقدر اميز لما حط الحاجة عندي في الفريزر اقدر اميز ده بتعم ايه وده بتعم ايه فانهاخد جزء كده من الخليط تمام تمام كده وتعالوا بقى نضيف ايس كريم الاساس معانا نحطه هنا ونضربهم مع بعض يلا بينا بقى حطينا شوية من البيزك بتاع الايس كريم وهنبتدي ان احنا نشتغل خلطنا المكونات مع بعض تعالوا نجيب يلا علبة فاضية ناخد بقى كده ونفضي الخليط كله في علبة الفريزر العلب دي كمان بقت متوفرة جدا عند خامات الحلواني وبتبقى حلوة قوي بتشال في الفريزر بتبقى لطيفة جدا جدا لون التوت مدي كده لون الموف قوام الايس كريم ولا اروع من كده هيا احنا نشيل الدول في الحوض ايس كريم تشيز كيك تمام ولا اروع من كده شايفين شكله جميل قد ايه ولونه طحفة جدا ما شاء الله وطعمه بيبقى فضيع في حاجة هنحطها بقى علشان بما انه تشيز كيك تعالوا بينا ننزل كده كسكوت بتاع الشاي العادي جدا السيدة نحطه كده وندي يا دوبك ايه تقليبة بسيطة مش عايزين كله يبقى جوا عايزين شوية كده يفضلوا يبقوا مقربنشين بس كده هايل مش قدر قبلكو بقى على طعمه كمان ولا اروع من كده خلاص تمام يلا بينا بعد من الايس كريم بعد ما خلص اقولكو كل الكمية اللي احنا عملانها دي عملانها بقد ايه لبن طبعا مش هنعمل ده كله في البيت كمية كبيرة قوي خليكي كل مرة اشتغلي بكيلو من الحليب خلصي بناكهات اللي انت عايزاها المرة جاي اعملي كيلو تاني وجربي نكهات تانية وهكذا تعالوا بينا بقى ناخد الشوكولاتة دي الشوكولاتة القبلة للده ايس كريم الشوكولاتة حاضر مقدير نزلت طب يلا نسيب الشوكولاتة دلوقتي ونتكلم في المقدير ونرجع لها تاني احنا كان معانا الاساس اللي هو ده الايس كريم اللي نقدر اخد منه اعمل بيه اي طعم انا عايزاه كان عبارة عن ايه لتر من الحليب تمام ثلاث معالق كبار نشا ثلاث معالق كبار لبن بودر وكباية سكر حطتهم على بعض وطلعتهم على النار مع التقليب المستمر لغاية ما بقى عندي مهلبية الى حد ما قوامها خفيف شوية سبتها تبرد تماما حطتها في التلاجة سقعت تماما وجبتها حطتها في طبق عميق مع كباية من الحليب المتالج متالج جدا معاها كبايتين من الكريم شانتي الخام ضربتهم مدة ما تقلش عن سبع دقايق لغاية ما اخدنا القوام ده خلاص كده معايا ايس كريم بس ايس كريم مالوش طعم فانا هبتدي بقى اخد منه واعمل بالفانيليا حط معلقة فانيليا اخد منه واحط شوكولاتة بقى ايس كريم بالشوكولاتة اخد منه واعمل بالفراولة اعمل بالفوزدو اعمل بالتشيز كيك زي ما انت عايزة ابداعي بقى وحطي النكهات زي ما انت عايزة واحنا شغالين دلوقتي اهو حطينا على الايس كريم بتاعنا اللي احنا عملناه شوية من الشوكولاتة القبلة للدهن وبدأت ان انا نقلبها طيب عايزة اللون يبقى اغمق من كده انا شايفة ان اللون فاتح هنا بقى تقدري تزودي معاه علشان تاخدي درجة اللون اقوى معلقة من الكاكاو الخام ودي تضربيها مع الايس كريم كويس جدا وبعد كده تضفلها الشوكولاتة قبلة للدهن عشان تاخدي كمان طعم احلى تمام انا شايفة ان اللون كمان حلو جدا لو انت حابة تزودي اللون فبرحتك تقدر تضيفي كاكاو خام نصو حطنا بندق كمان بيقرمش كده ساعة الاكل ببقى حلو قوي نحاول اقلب كله مشان ياخد كله نفس المكهة وضحف تعالوا بينا بقى ناخد كده حاجة بسيطة من الشوكولاتة على الوش نقلبها كده عشان بس ايه الشكل يبقى باين معنا وعندنا صوس شوكولاتة تمام وشوية بندق هاي كده خلاص تعالوا بينا نظف العلبة بتاعتنا قبل من ان ندخلها الفريزر طيب بيقعد معنا قد ايه في الفريزر علشان يتماسك بقى وقدر اننا قدمه للولاد هيقعد معك حوالي ست ساعات هيبقى عشرة على عشرة بيحتاجش كمان وقت كبير في التبريد حلو جدا صوس شوكولاتة بقى ونحط على الوش كده كمان علشان ناخد شكل حلو قوي وده هيكون ايس كريم الشوكولاتة باين معنا زي الفين فاضل معنا نكهة واحدة هنعملها مع بعض وهي نكهة اللوتس مقدرة هتكون ايه طبعا الاساس معنا اللي احنا عملناه وموجود معنا من اول الحلقة ومعنا باكت متوسط من بسكوت اللوتس هنحتاجه مكسر او مفروم على حسب انت عايزة ازاي هنحتاج كمان صوس اللوتس وده متوفر جدا او زبدة اللوتس اي حاجة بس لو هنستخدم زبدة اللوتس فبحطها في الميكرويف خمس دقايق ايه عشر ثواني عشرين ثانية علشان تفك مننا وتبقى سيلة بالشكل ده فقدر ان انا اوزعها كويس جدا في الايس كريم ويلا بينا بقى نجيب علبة وناخد فيها الايس كريم اللي احنا عملناه الاساسي معانا اللي بدون اي طعم علشان نبتدي نضيف طعم اللوتس كله بقى احنا خلصنا خلص ده اخر حاجة البركة يا جماعة والله البركة الحمد لله حاضر عناية حالا حطينا كده الايس كريم الاساسي تعالوا بينا بقى ناخد من زبدة اللوتس او صوص اللوتس اللي هنقدر نوفره كده ونقلب نحط كمان شوية من البسكوت مجروش عشان يبقى له طعم كده ونبتدي نحس بقرشته واحنا بناكل طبعا الايس كريم او النوع ده بالذات من اغلى الانواع ان شاء الله تعملوه في البيت وهيعجبكم جدا جدا ايه الجمال ده الريحة طالع فضيعة خلوه بقى كده عارفين شكل الروخامي اللي هو مايبقاش متوزع التوزيع اللي هي بالزبط لا اخليه كده فيه ابيض وفيه اه 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 واخد سنة الباج والاغمق وهكذا هاي هاي ندي رشة من البسكوت المجروش ونحط كمان واحدتين كده بسكوت ندلعوا يعني النوع ده فين مش موجود معاهم ولا ايه طيب ايه دي اللوتس بسو طحفة جدا بينا بقى بعد ما برد معانا الايس كريم تعالوا نجرب كده ونبتدي نحط في الكوبيات عندنا معلقة لسكوت بتاع الايس كريم فمية صخنة بسم الله الرحمن الرحيم اه اه احنا قلنا يطلع بس سنة شوية كده يلا عايز اقولكو القوام طحفة جدا مفيش حبيبات التلج اللي احنا بنعاني منها لما نعمل ايس كريم في البيت فعلشان كده نتيجة ما شاء الله ولا اروع من كده اه 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 اعجبكم الايس كريم للدرجات دي طب انا عايزة سكوب غير ده بقى عشان ده بيعمل معنا حركاتنا كتيرة مش حلوة حاضر حالا طبعا العيب في السكوب مش في اللايس كريم خالص سلك ده راح خيف لأ عايزين واحد تاني عشان ده بيعلق ان شاء الله ما يكسفناش الميا السخنة في ايدتها ايه؟ ان هي بتخلي الايس كريم يعني يفك شوية وخلي المعلقة تجري فيه بسم الله قبل ما تقدم الايس كريم طلعين الفريزر كده عشر دقيق بس عشان يبتدي يفك معاكي ويبقى سهل اه لازم طحفة بجد انا هخلص بقى والكب ده شوفوا بقى هتدفعوا فيه كم عشان تغدوه زي الفل يلا بقى نحط سوس فراولة كان فيه سوس فراولة تاني اه ده بسم الله الرحمن الرحيم معلق اه اكفاكي ده عالو قوي واضح ان الايس كريم عجبكم جدا انتو جوه خلاص كده زي الفل خلاص كده حطينا في الكب شايفين ده سالس ازاي هاي بدأ بقى ايه حرارة الجو تخليه الى حد ما انسيابي اكتر قوام الايس كريم بجد بجد تحفة جدا جدا ما شاء الله تمام عيني اه يلا نزل بقى المقدير حالا حالا المطة بتاعة الايس كريم بجد زي الجاهز بالزبط ولا محتاجين ايس كريم ولا بيض ولا الكلام ده كله كمان اقتصادي جدا من غير كريم متخفق ولا اي حاجة زي الفل هاي تعالوا بينا بقى سوس الشوكولاتة ان شاء الله يكونوا كويس وبينزل بسرعة يا سلام نحن عندنا يا كده يا كده زي الفل اه نحن عندنا يا كده زي الفل نحن عندنا يا كده زي الفل